بداية النشر من اجتماع الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي عقد مساء أمس في بغداد حيث شدد المجتمعون على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين ويمنع عكاسات الوضع المالي على الأوضاع الاقتصادية كما أكد أيضا ضرورة التوصل لحلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق جميع الموظفين ورواتبهم اشتركوا في القناة